بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنستكمل الكلام اللي كنا بنحكي عليه في الستوك فأنا قلت إن أنا بقدر من إني أقدر لو أنا أغلقت هذه الشاشة بقدر أجيب الستوك من أول bottom في الستيبس اللي موجودة قدامي فبيقول لي إن أنا عندي الماتيريال اللي أنا أشغالها على أو البلوك اللي موجود قدامي اللي هو اللينث 5 إنش والويدث 4 إنش والثيكنيس 1 إنش طيب كده أنا موافق على هذه الأبعاد موافق طيب لو أنا مش موافق على هذه الأبعاد وعايز أغيرها ببساطة بنروح نقول له لا أنا أريد إن ده يكون برضو الجزء اللي عندي مربع فهو 5 إنش في 5 إنش خلاص طيب لا الثيكنيس لا مش هيكون 1 إنش ده هيكون 2 إنش وهقدر كده أغير الأبعاد آي با كده غيرت الأبعاد نعم أنا كده غيرت الأبعاد اللي عندي بنقل على السكرين اللي بعد كده أنت لو لاحظت طبعاً قبل من أن نقول 1 في السكرين اللي موجودة قدامنا أني هنا اتغيرت الأبعاد اللي موجودة قدامي أصبح الشكل مربع أني اللي حصل أني هنا خليت اللينث 5 والويدث 5 فهل أنا قدر أتأكد طبعاً هنيجي نلاقي بعد كده الديمنشنز ونعرف منها إن إذا كانت الأبعاد دي صحيحة أو مخاطئة وإن شاء الله هنستعرض لكل المونيز المختلف خليني أرجع معاك للستوك ماتيري يباً احنا خدنا للستوك دايمنشنز ونيجي للستوك ماتيري بيقول لي إن أنا عندي هنا what type of material is the stock الستوك بتاعك والستوك يعني لدي المادة الخام اللي أنا أبدأ عمل عليها عملية تشغيل بيقول لي الستوك ده هيكون من إيه من الألومونيوم أو هيكون من الماتيريال شو بقى أنت عندك هنا ماتيريال يعني هنا هو جيب لي تقريباً معظم الماتيريال اللي ممكن نعمل عليها عملية بدءاً من الماتيريال من الألومونيوم من الكاست ستيل من البرونز براس ستان ستيل سوء هتجد كل الماتيريال اللي من الممكن أن ننته وفيه لايبرز أخرى نقدر إيه نبقى نفتحها ونشوف فيها إيه الماتيريال المختلف فيه زينك وفيه اللويز المختلف هتلاقي فخلينا إحنا نشتغل على الألومونيوم شوف يقول لك إيه يونت هورس باور أو بين 3 وبيديني الهاردنس فيه برينل وفيه روكويل وفيه روكويل سي وفيه تنصايل سيكون بيه طيب يبقى إذن أنا عايز مش عاجبني الكلام ده كله عايز نيو ماتيريال ممكن نروح هنا وأختار نيو ماتيريال الفيد والسبيد الفيد والسبيد برضو اللي أنا إيه هشوفها بتاعة الماتيريال اللي أنا أشتغل عليها لأن أنت عارف إنه مشتغل على ألوميوم غيره مشتغل على استير اللي مشتغل على براس وفيه نسو أون عندي لحكتين أنا عندي فيه السبيد للرف سايكل وفيه للفينش سايكل كذلك الفيد بيدهاني للرف سايكل و للفينش سايكل طيب أرجع تاني للشاشة اللي قبل كده فهنيجي هنا يبقى عرفنا إيه إن دي الماتيريال اللي احنا عايزينها وعرفنا إزاي نغير الأشكال المختلفة لو مش عقبني كل الماتيريال دي ممكن أروح واجيب نكمل ونشوف إن هنا بيقول إيه إزو أقدر إيه أغير إيه الأكسس بوزيشن اللي أنا هشتغل عليها بعد كده بيبقى يجيلي الإسم بتاع الجزء ده نيم سيطب نيم ممكن تغيره حسب شكل المنتج وبتسميه بأقرب إسم عشان يذكرك إيه إنت طبعا هنا هتشتغل في عمليات إنتاجية كتير فطبعا بتسمي إسم تستطيع من خلاله إن انت تتذكر ده كان بجزء ده إنت عمل لإيه بالظبط part name fm1 والله عايز أغيره برضو بغيره ما عنديش مشكلة بعد كده باقي آخر شاشة بقول لك what method do you want to use to define the part to program zero location for setup use current location إن هو بيجيبلي في left lower corner هو ده part position طبعا الكلام ده احنا شرحناه في النظري وعرفنا ايه هو part position وعرفنا ازاي بنحدده على machine فهو بيقول لي فيه طرق مختلفة أنا أفضل اللي هي جاي by default اللي هي lower left corner اللي موجود قدام طيب بعد كده بيقول لي the bottom most clamp is located where بيقول لي ده يعني الجزء ده لما تعمله clamp مش انت هتسبق جزء ده على clamping device اللي هو موجود على المilling machine فبيديني x offset d y offset d z offset d d اللي انا هركبه على هذا البار لاحظ هنا ان انا خلاص دي اخر شاشة فعندي كلمة finish حقيقة فيه جنب كلمة finish عايزك تنظر كده اتلاقي ايه اره صغير اره صغير ده ده انا ضغط عليه عندي لاما اقول finish لاما اقول finish and edit properties خلاص يبقى اذا انا اقدر اقول finish انا خلاص اراضي عن الابعاد دي هي اللي انا اشتغل بها وهو ده الجزء اللي انا حددته ان انا اعمل عليه عملية التشغيل شكرا نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته